بسم الله نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مساؤكم سعيد نعود من جديد عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا دائما تحية نضالية عالية للأحرار والحرائر فقط لا غير أما الشليه بيشميت الهرافة فليذهب إلى مزبلة التاريخ ولا يهمنا أمرهم إذن خلال المساء سنتقاسم معكم بعض المغالطات لأننا نحن في هذه القناة متواجدين يوميا ونسجل الحضور لأن اليومي بدون انقطاع بدون توقف سان زاغي سان ديسكنتونيتي أبدا حتى ننال الحقوق دينا كاملة مكتملة غير منقوصة ونسد الطريق أمام الهريفية لولفو يهرفو في جميع الأنظمة الأساسية كل ما تفتح شيء سلم جديد أو درجة جديدة إلى آخره في إحداث أي نظام أساسي هم الأوائل تكون الصباقين وهم الهريفية الأوائل التي هرفو على الجميع لم تجيزة ديال أي نظام أساسي إدهداءا من 85 من يعني أحدث السلم العاشر لأن السلم الثامن والله هو يعني باش تتعينه أصحاب الباكالوريا من 80 إدهداء إحداث السلم العاشر لـ 85 كان على أساس لتوظفوا بالباكالوريا وتعينوا بالثامن من 80 إلى 86 وما كانش يخص لدخلوا مدررين مطبيلين لهم الكحل هبط الريدو سير تخدم رتبا ترتب السابع ثامن إدهد التاسع لأن قبل 85 كان التاسع هو البلافون فضينا الأمر هاد شلي مداروش بيه شلي ولاو تيجو قواعد الدنيا كانت العشوائية غلهم لكحل وكانوا يحصدون دائما وتيهرفوا دائما عن أي مكتسب جديد هم الأوائل وأي امتياز جديد هم الأوائل يعني تنعموا به وتيقول لك الامتيازات لنا لا لغيرنا 2003 نفس الشي لاحظتوا كي تحدث السلم العشر الحادي عشر وهذا المرة تحدث على أساس 95 ولا التوظيف بالتاسع إذن تحدث على هذا الأساس للتوظيف بالتاسع وما تحدثش على شيء آخر إذن التاسع عندك العشر الحادي عشر آنة داك تم استبدال السلاديم بالدارجات مبقاش عددتش حاجة سمع السلم والات الدارجة هي التي يتم اعتمادها في النظام الأساسي للألفين وثلاثة وعارفين جيدا أن في ألفين وثلاثة أخ الخطأ الجاسيم فوتقراث هو أن النظام الأساسي للألفين وثلاثة في ألفين وثلاثة بدأوا فتحوا باب طرقي الحادي عشر وهذا خطأ جاسيم وقرار مجانب للصواب لماذا؟ لأن آنة داك كانت توضع السلم التاسع في طور الإنقراط خاصتي تفك الحصار على السلم التاسع لنفتحوا باب طرقي إلى السلم الحادي عشر ولكن بأنهم كانوا يشكلون القواعد ديالهم إلى آخره فالشيء بديهي أنهم فتحوا لهم باب طرقي إلى الحادي عشر على الأنقاد ديال إذن الخطأ الجاسيم كما قلت هو فتح باب طرقي للحادي عشر في ألفين وثلاثة لأن السلم التاسع هو الذي توضع في طور الإنقراط خاصتي تم فك الحصار على السلم التاسع آنة داك يتم فتح باب طرقي إلى الحادي عشر الأنانية والمفرطة وكل واحد يهمه غير مصلحة دياله وكانوا تشكلوا قواعد دياله لهاديك النقابات فكان لا يهمهم هو فتح باب طرقي لهم وللأصدقاء ديالهم لأتباع ديالهم خصوصاً أن اللي في المصالح المركزية الإدارية المركزية يخصهم كذلك فتح باب طرقي إلى السلم الحادي عشر لأنهم كلهم توضفوا بالإجازة في ثمانية وثمانين سواءً اللي في المراكز الإدارية سواءً اللي تترأسوا على رؤوس النقابات سواءً القواعد سواءً أبناء العشيرة سواءً التوابع ديالهم إلى آخره فكانت العشوائية تخبط إلى آخره وتتشوفوا أنتما أن النظام الأساسي دياله 2003 جاء بكل التراجعات مقابل باش يفتحوا باب طرقي الحادي عشر أول شي داروا الكوطة فينا رغم أنها ترقية استثنائية ترقية استثنائية لا تخدعوا الكوطة ولكن تبقوا الكوطة فينا حتى يوفروا الاعتماد المالي ويترقوا بيهما للسلم الحادي عشر ذلك الشي اللي يبقى تجيب المرتبون في السابع لما عندهم تشعى علاقة بالترقية الاستثنائية بالمادة مية وطنعش أن هذه المادة مية وطنعش كانت تخص الفئات الجد متضررة لتأخرت في الترقيات ديالها تمانينات الأفواج ديال تمانينات لتعينوا بالباكاروريا لتوظفوا بالباكاروريا تعينوا بالثامنين من ثمانين من ثمانين من ثمانين لأن أنا ذاك اثنين وعشرين سنة بقيني الله ترقينا مرة واحدة إذن هذه المادة مية وطنعش كانت تتسيب لي لمرقي مرة واحدة كاعدة من تجيبوا تحاب لدخلوا مدريرين الى اخيري مرتبون في سبعة وسبعين حتى سبعة تالت سعود وسبعين يتقيدوا بالمادة 112 كذلك وبالأقدمية العامة كي ياخدوا لنا المناصب المالية دينا وتترقوا فقط بست سنوات والاعتمادات المالية دينا مرة تفتحوا بابا والطرقي واللي بقى يجيبوا وحدين ما عندهم تعالقا بالمادة 112 ويهرفوا وياخدوا لنا المناصب المالية دينا رغم أننا كنا أقدم منهم بأزياد من سبع سنوات في السلام التاسع والسلام التاسع هو اللي ادار في التون القيراد والدار على أساس الأفواج دينا الثمانينات لأن خمسة وتسعين بقية نعاودها ونكررها كان خصصنا نتعينه في التاسع للأسف الشديد عدنا 12 سنة ومتعينناش في التاسع أفواج دينا الثلاثة وتسعين عنده ستة شهر فقط في التامين عام ونصف الثامن هما اللي عينوهم في التاسع من خمسة وتسعين الآن ها هما محاصرين ذاك الشي اللي جرع لنا نحن في الوثلاثة هاوتي جرع لهم دابا في الفين وثلاثة وعشرين ونفس الفئة اللي دازت على الأنقاد دينا اللي سرقت لنا الاعتمادات المالية دينا ودازت الحضاش هي اللي الآن تطالب بخارج السلام بواحد المطلب لغير موجود في النظام الاساسي دينا الفين وثلاثة وهو خارج السلام لأن من الفين وثلاثة ما بقاش حاجة اسمها خارج السلام ويتحجاجون بالتفاق دينا وثلاثة وعشرين أبريل الفين وحضاش وهذا غنجي أن نوضحه لكم بأن هذاك ستة وعشرين أبريل الفين وحضاش ما كانش تشير لخارج السلام بل كان يشير إلى الدرجة الجديدة إحدى الدرجة الجديدة لأصحاب المسار المهني المحدود للترقية ديالو تتوقف في ترقية أو ترقيتين لمرق ثلاثة المرات لا تخصه الدرجة الجديدة لا تخصه الدرجة الجديدة لأن الأولوية والأصباقية لمن ترقى مرة أو مرتين هذاك الشيء ليش مينيجا بن موسى قام بالتشخيص ديال الملفات المطلبية ديالجميع النقابات وقام بدراسة تفصيلية الفرز التصنيف والترتيب حسب الأولوية وفي اللقاء التحضيري ديالسبعاء يناير الجمعة سبع يناير الفين واثنين وعشرين اجتمعت النقابات بخمسة وشافوا التصور ديالوزارة في الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وفي المعالجة ديال الملفات والملفات التوافقية التي ستكون ضمن الاتفاق ديال منطاعش يناير وقاموا بالتحضير بيعني تحت الإشراف ديال الكاتب العام السيب القاسمي وأيضا السيب نزرهوني ديال الموارد البشرية والطاقم التابع له إذن تم حضر الملفات التوافقية حسب الأولوية حسب الأسباقية في الاتفاق ديال 18 يناير وجميع النقابات وقعت وبحضور رئيس الحكومة اللي اعطى الضمانة بأن جميع المضامين ديالات الاتفاق 18 يناير سيتم تفعيلها وتنزيلها مهما قل في التمن وفعلا رئيس الحكومة التازم بأنه سيفاعل جميع الملفات ذات الطابع المركزي عفوا ذات الطابع القطاعي اللي خاص بقطاع التربية الوطنية ولم يلتزم بتفعيل الملفات اللي عندها طابع مركزي لخاصة تطرح في الحوار الاجتماعي وتناقش مركزيا هذه الملفات اللي الآن جابوها وخرجوها كملفات خلافية باش يفرملو تنزيل ديال النظام الاساسي في الوقت ديالو وباش يفرملو اجراء ديال الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير إذن هنا تبالينا بإباءة أن هذل الفرملة تتخدم هي تصب في الصالح ديال الحكومة وديال بن موسى لأن أصلا ما عندهمش الكلفة المالية باش ينزلوا النظام الاساسي في هذه السنة وباش يقوموا بالأجراء ديال المضامين اتفاق 18 يناير خلال هذه السنة فهم راهم لا يبدين وديرين بحال ما فاهمين ولو هما الطافقين بيناتهم والنقبات وفاهمين بأن النظام الاساسي لن يكون جاهزا إلا في آخر نهاية هذه السنة وغيكون يعني تنزيل دياله اتداءا من فاتح يناير 2023 هالشي كل شي فاهمين عليه ولكن التفعيل أعطوهم سنة مالية وفروع الحكومة سنة مالية وما غي بدأ التفعيل حتى الشهر شتنبر 2023 2023 هدي كمقدمة هدي غراغا كمقدمة إذا قبل ما نبدأو ما تنسو سبارتاج على نطاق نوسع حتى تعامل فائدة كثير من إعجاب لايكات والضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد علش قلنا هادشي لأن العقلية ديالبعض من خلال بعض الكومنترات تيقول لك هلش تتهاجم خارج السلة أنا لست ضد أي ملف من الملفات أو أي فئة من الفئات أنا لست في هذه القناة نعري نكشف عن جميع التجاوزات جميع اختلالات جميع النواقف جميع القصور جميع العيوب جميع التغارات جميع التهريب وجميع التحرابيات اللي توقع في معالجة الملفات واللي وقع عبر عقود واللي راكم هذه الملفات واللي أخر الترقيات واللي علق الملفات واللي ظلم الفئات اللي كان جدا متضررة وأنصف الفئات المحضوضة التابعة كقواعد للنقبات التي كانت تستفيد مع أكثر من ملف والدور دينا نكشف هذه الألعاب لأنهم مني تخرجوا تقول لك وثيروا انتما دير ملف يعني شكاية دعوة قضائية إلى المحكمة الإدارية بغوي الله يوررون نحن تقول لك أجي يومي نوروك نوريك بار خوالي أما الساحة ديال 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 الساحة ديال ديال النظار اللي تقولوا والوقفات ديال باب الروح فهي خاصة بهم فقط والنقابات والنقابيين واللجان التقنية يعني النقابات الأكثر تمتيلية التي تكون في اللجان تنائية إلى آخره فهذه النقابات هي تدافع عنهم كقودات ديالهم تدافع عنهم ما فقط خاصين بهم أما انت سير لا عندك شي حاجة سير المحكمة الإدارية هذا شيء دائما يرددونه شكو اللي تردو تردو هذوك القواعد ديال هذيك النقابات اللي تشكلو هذا التنسيقيات لأن هذيك التنسيقيات تشكلو داخل النقابات والقواعد ديال هذيك النقابات هم اللي تتشكلو اللي تكونو في المكاتب لموا Ling اللي تسيرو تنسيقيات ما اللي تشكروا هذه التنسيقية فكيف اشتدروا إذا انتم كأعضاء في النقابات إذا المفروض هذا الملف مثلا خارج السلام أو المرتبون في العاشير أو أي حاجة باستثناء أطور الأكاديمية لأن النقابات لا تمثلهم لأنهم ما صوتوش عليها ما عندهم بش الحق باش ينتخبوها ما ننتخبوهاش هذو خارجي الآخرين هذو متقاعدين تاهم لا علاقة إذا المرتبون في العاشير خارج السلام التاسع وخارج السلام هذو بما أنكم انتم قواعد في النقابات إذا ما كانش في داعي أنكم تشكلوا تنسيقية وإلا ما هو الدور دي لهذه النقابات إذا أنتم داخل النقابات عندكم ملف مثلا دي الخارج السلام أو مطلب آخر دي المرتبون في العاشير إلى آخر إذا هذك الملفات خصدت بنا لكم النقابات ترحوه داخل النقابات ماشي النقابات تخلوها تطرافع لكم داخل لجان التقنية والموضعات وانتم تتخرج تشكلوا تنسيقيات باش تم تجسدون هذك الوقافات في الساحة تم تضغطون في الساحة وهم يضغطون داخل لجان التقنية هاد الألعاب تكشفت لأن جاء وحد الأخ وقال كيفاش يعني تأخير الترقيات تأخير الترقيات رغم أن قال لك كان أربعات سنين استثنائية ديال الترقية يبتدان من 2012 هو تخص بها التسقيف هذك أربع سنوات استثنائية هذي من أجل تصحيح ما فهماش مزيلا هو قال لك إذا كان ربعات سنين استثنائية يا صاحب ربعات سنين كل ربعات سنين غادي لا هذك ربعات سنوات استثنائية هذك دارت في 2011 من اطرح المشكلة ديالتسقيف أربع سنوات بعد التقييد بعد التقييد في جداول ترقي وبما أن هاد النقابات مقابل فتح باب ترقي الحاضي عشر ترقية بالاختيار الشرط النظامي كان ست سنوات ردوه عشر سنوات ربعات سنين مرة وحدها فكان دافع أعلى هذك الشرط النظامي عشر سنوات خصوه يرجع لستة متى هدراوش عليها عشرات سنين هذه عشرات سنين يالله تقييدك في جداول ترقي بالاختيار اللي من بعد هذك ربع عشر سنوات عندك هذك أربع سنوات استثنائية يعني لما دوزتي السنة الأولى دوز الثالثة الثانية الثالثة الرهب هي الماكسيمون متفوت هاش ودوز في ابتداء مفعول المالي تيبدأ من فاتح ينين من السنة يعني الخاميسة تتخرج معهم الترقية بالتسقيف لتي يكون المفعول ديالها واحد واحد 2021 هذك أربع سنوات راه بعد ما تقيد بعشر سنوات تكون قيدت في جداول الترقي ليه حسب ذك أربع سنوات استثنائية لذروا استثنائية مثل احنا في ألفين وثلاثة من يدارو لنا الترقية الاستثنائية قيدونا بالماد دا 112 لأن قبل 85 من 2003 كان فقط تترقى من 19 ب6 سنوات ترقية بالاختيار إذن جاءوا داروا الماد دا 112 داروا 6 سنوات تقيدنا بها والاستثناء هو اللي في 4 سنوات ما خاصك تفوتها والتصعيف بحل تصعيف يعني تترتب عبر 13 جوش 2003 في حدود 4 سنوات هذاك 4 سنوات وما دي الاستثناء هو الاستثناء يعني لتقيد بالماد 112 ما خاصوش يفوت 4 سنوات بعد ما يكون تقيد في جداول الترقي حنا تقيدنا في 2003 يعني 2007 خاص يكون الجميع يكون بمفعول مالي للجميع هذا هو التلاعب والتحايل والتحراميات اللي دارتها الوزارة والمصالح الإدارية وتحت تواطئ وسكوط النقابات لأن التسقيف لداره في 14 سنة رهو 10 سنوات بالاختيار تتقيد بعشر سنوات وعندك 4 سنوات استثنائية يعني ما خاصك تفوتها إذا احنا من تقيدنا بالماد 112 تقيدنا بمجرد متى تتقيد في جداول ترقي خاصك 4 سنوات ما تفوتاش هدك شي علاش قالك ترقي بستثنائية في حدود 4 سنوات من 2003 2007 خاصك كل شي دوز بمفعول مالي كما تديرو الآن في الترقية بالتسقيف يعني من تتقيد لواحد بعشر سنوات سنة الرابعة مباشرة تترقى بمفعول مالي هده هو التلاعب والتحراميات والشاليب اللي خاصنا نكشفوه في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله ونحييكم تحية الأخوة والنضال وتحية فقط للأحرار والحرائر الهم لك هل يذهب إلى مزبل التاريخ لا يهمون أمرهم ونشوفكم في فيديو آخر